قالت مصادر فلسطينية أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت رجل أعمال من مدينة الخليل شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية وأفدت تقارير بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاولت اعتقال عدد من رجال الأعمال في الضفة الغربية لكن بعضهم فر قبل أن يتم اعتقالهم هذا ونقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها أن رجال الأعمال الذين شاركوا في ورشة البحرين سيتم اعتقالهم بسبب شبهات لمخالفات ضريبية اشتركوا في القناة